السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم خصت لكم حصة المراجعة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة اكتبت هنا في الكوراس نتاعي من ريفيزيون جنرال اكتبوا معي الأمهات كيفاش تريفزو كيفاش تراجع الابناء انتاكم بسك الاختبار قريب وتلاميذ سنة الخامسة دايما ندرهم الاختبارات قبل المستويات الاخرى يعني الخامسة قبل الرابعة والثالثة انا اكتبت هنا كل الدروس اللي تلميذ يعني خدمها من الدخول المدرسي الى اليوم سنبدأ بمادة الفوكابولاغ في مادة الفوكابولاغ يعني في كل مادة رقرة درسين نروح لمادة الفوكابولاغ وش عندنا عندي لادجكتيف كاردينال قلنا لادجكتيف كاردينال هي سفة الأرقام التلميذ يتعلم كيفاش يكتب الأرقام بالحورف مثلا يعطوا 5 يكتب 5 يكتب 6 يكتب 6 ولكن قلت كل درس عنده قاعدة يعني يدير لهم ليبياش يدير لهم الفخة يعني اللي يطيح فيها التلميذ اذا انت كأم والتلميذ اللي راه يتبع معايا ان شاء الله يكون يتبع فيا بش يفهم ان شاء التمرين او الارقام اللي ممكن الاستاذ يحطها لك انت في الاختبار احنا فجرنا نبازين غادي نبازين مثلا على رقم واحد رقم عشرين رقم تمانين ورقم مئة لا لا لان هادو ثلاثة هما اللي فيهم القاعدة هما اللي فيهم القاعدة يعني يتغيروا مثلا لو كان نروح لرقم واحد واحد نكتبها ام يعني كتبت ام و لكن قلنا هذاك الواحد ممكن نزيد له او و ممكن نزيد له او نعطيك ميتال مثلا الاستاذ يكتب لك مثلا كلمة مثلا بـستيلو يكتب لك احدها رقم ساسي تانشيف اخـكون ليس كاردينال ثم يعني عني ي succeeded covet ، لا يجعل two se down vivre اذا اذا اضع الكتب ان ستيلو ان ستيلو لكن اذا تأتيك الاستاذة والاستاذ تعطيك مثلا بكلمة شاس كلمة شاس هنا كلمة مؤنتة إذا كتبت لك واحد وحدها شاس يعني هو لما يحولها Adjective Cardinal هذا كالآن سيرجعه إن معناها سيضيف له الأو إذا نبقى إذا نرى يقول إذا كان الإسم نتاعي أمامه الرقم يعني ذي هو Adjective Cardinal وكان نرقم واحد إذا كان الإسم نتاعي مؤنت هذا كالآن سيضيف له الأو هذه حالة أولى الحالة الثانية لازم يعرفه هو رقم عشرون عشرون كيفاش يكتبه يعني هذا فان لخاطر هذه mankind ستقرروا في رقم ثمانون وiselौ في العربية نقول 80 ولكن في الفرنسية نقول 4 من 20 يعني 20 والعشرين 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 إذن 80 كيف نكتبها؟ نكتب 4 20 نكتب 4 وحدها 20 ونقوم بإضافة لكن 20 هذه سنقوم بإضافة لماذا؟ لنقوم بإضافة 4 من 20 لو كان نذهب إلى نفس الرقم وهو 80 ونقوم بإضافة الرقم وهو 43 كيف نكتب؟ نكتب 4 23 4 23 إذن هنا هذه أربعة من 20 رهاجتني في الجمع هنا نزيت الأس لكن هنا في 4 23 لم أكتبت هنا في الفرنسية لماذا؟ القاعدة تقول لما يكون الرقم 20 ويأتي بعدها رقم واحد آخر حتى لو كان في الجمع نفس الشيء بالنسبة للصن عندي رقم 100 مئة كتبت صن تلميذ يجب أن يعرف هذا الكتب هنا مئة إذا أعطوني أنا 300 معنتها عندي 300 يعني هذه الصن نكتب لها الأس لكن إذا أعطوني مثلا 306 يعني بعد المئة رقم واحد آخر وهي صن هنا صن هنا صن هنا صن هنا ثانية هنا ثانية هنا ثانية نفس الدرس ولكن سموها الصفة الأرقام الترتيبية هنا التلميذ يتعلم يرتب يعني إذا هو انجح في التمرين الأول أو الدرس الأول سينجح في الدرس الثاني لأن الدرس الثاني أسهل من الأول ما هو هذا الاجكتب أغدينال هو كتابة الأرقام ولكن نضيف لها أنسوي فيكس مثلا 6 ستقول لك أنت يحوليه الاجكتب أغدينال وهي 6 و هذه 6 لازم تحوليها الأغدينال واذا نزيد لها؟ نزيد لها اليم نفس الشيء مثلا أعطوني 10 ومن بعد نحولها الأغدينال واذا نزيد لها؟ هذه 10 نزيد لها اليم هذه 10 نزيد لها اليم ولكن قلنا كل درس عنده قواعد يعني تخرج قواعد خاصة يجب أن نتلميذ إذا أغدت لها هذه القواعد مثلا عندي رقم واحد هذا رقم واحد أنا كتبت واحد ما نكتبه كما كتبناه هنا لماذا؟ لأنه هنا كاردينال وهنا يتغير كلمة بخمية أو بخمية إذا كلمة بخمية في مينة بخمية سنزيد لها اليم نفس الشيء القاعدة ستقول مثلا كائن أرقام يكملوا في النهاية يكملوا بحرف اليم لذلك كنا نزيد لها اليم قاعدة ستقول هذا الأو نقلع له لنحووله للأغدينة لنزيدنا هذه اليم لا يجب أن نقلعها 4 ييم ونضيفه هنا نحية الأو نفس الشيء بالنسبة للأنص هذه الأو مثلا الدوز نضيفه هذا الأو نقلعها لنزيدنا اليم قاعدة الثالثة لدي رقم خمسة خمسة نكتبها 5 ولكن لنحوولها الأغدينة نضيفه اليم لديه 5 كيام هناك 5 ولكن لنحوولها الأغدينة يجب أن نزيد اليم القاعدة الثالثة أو الرابعة لدي رقم 9 9 القاعدة ستقول هذا الفئ عندما نحووله الأغدينة يرجع لـ كما رأيكم تلاحظون هنا لاني كاتبها نغوش على الأغدينة تقول لـ نفس الشيء بالنسبة مثلا رقم 19 واللي 19 على الأغدينة هناك كاردينة والكاردينة هناك كاردينة هذا الفئ يرجع لـ تقول لـ هذا خاص بمادة الفوكابولار نروح لمادة لدي درسين كل مادة عنها درسين لكن الأول هو السيجد الأفخاص كيف يتعرف التلميذة على السيجي والأنواع نقول لدي سيجد الأفخاص يرجع لأنه مثلا لدي كورفيت والرح السيجي هو هذه كورفيت على أي شكل يرجع لني معناها و الإسم و الإسم هنا يرجع لني على شكل مرة أخرى يرجع لني كورفيت كيف يرجع لني أعطوني أل الحالة الثالثة أعطوني مثلا ميمي كور فيتر السجن تاعي هو ميمي ميمي هنا شا تمثلي تمثلي أنا بحق اسمه وعلم الترسة الثاني هو التلميذ يتعرف على أفعال الحالة قلتها ارجعوا للفيديو المرة اللي فاتت هنا عندي ليس معناتها الفعال الفعال يتعرف على كلمة هذه الفعال هو نفس المعنى مع الفعال الذي يأتي بعده مثلا يلعانكي إذا قلتنا يلعانكي يعني نفس المعنى مع يلعانكي نفس المعنى مع إيل ألير انكي نفس المعنى مع إيل دو فيا انكي ونفس المعنى مع إيل دماغ انكي يعني هاد الأفعال في سبعة يبينو لي لتا لتا تعمل تعلق السيوشي هنا أفعال أنا أعطيتها مديتها مصرفة ولكن التلميذ ما يطلبوهوش منه باش يصرف لأننا قلنا التلميذ وفي الفصل الأول من سنة الخامسة نعلموهم لفرب أتر أفوار برمير جروب دوزيام جروب والفرب آلي هذا الخاص بالفصل الأول يعني التوازيام جروب وهذا مثلا دونيغ ما نطلبوش من التلميذ باش يصرف مام لفرب غاستي أنا نكتبتهم هنا يعني مش مصرفين يعني القاعدة رجعو لها رها في النص وني دقت الفيديو عليها هذا كان بالنسبة لمادة الجرامير وشاف التلميذ فيمادة الكونجوليزان فيمادة الكونجوليزان شاف نوع تعفعل اللي هو لفرب برونومينا جتهولي هاد لفرب برونومينا هو أقول لكل فعل يبدأ بالس ممكن يكون بخمي كروب ممكن يكون دوزيام كروب ممكن حتى يكون تروزيام كروب الوفر بهذا سهل قلنا هذا الس هي اللي تتغير تلميذ رغم تعرف وراعرف كيفاش يصرف الأفعال في الموضارع قلنا وبخيزان دو الإنديكاتي ولكن المشكلة هي هذا الس هذا الس كيفاش نديلها إذن أنا بيصرف لفرس ربوزي مثلا في الجو على كتبت الجو هذا الس شاي وليلي وليليم الس فتوت وليليتو قلنا في إيلو قال تبعد س في نو تبعد نو وحدة أخرى ولكن نكتمها منيسكول الس هذي في فو تبعد نكتمها منيسكول ونفس الشي إيلو قال أوبيريان الس ترجع لي س ونصرف التصريف نحي الأغنطاعي اللي هي الانفينيتيف وندخل الترميذان تاع الفعل انطاعي للتلميذ قد لكم لازم يتدرب عليها هذا كان الدرس الأول الدرس الثاني شفنا اللي هما أتر يأوار والن الكونجيزان صاري لها كمات جدول الضرب جدول الضرب باش يتعلم هالتلميذ لازم لولوحة نفس الشي بالنسبة للمدد الكونجيزان لازم التلميذ يتعلمه عن طريق لغدواص الانفينيزان لازم يتعلم نفس الشي بالنسبة للمدد الانفينيزان نفس الشي بالنسبة للمدد نزابون يتعلم يعني انطاعي لازم تدربون مع الأبناء تاعكم باش يخدموا هذا التصريف آخر مددان هي مدد الأورتغراف التلميذ والشيف شاف الفيميناء بنوعي عندي قاعدة الأولى والقاعدة الثانية وانا الفيميناء هي قاعدة الأولى لما نحاول اسم أناية من المسكونا إلى الفيميناء إذا كان يبدأ بالأ تولي إن إذا كان بالأ تولي للا هذا كل اسم الذي نكتبه كيمارا ونزيد لحرف الأور ممكن أن نأخذ الاسم التاعي في المسكونا يكون يكمل هو ونفسه بالأور كما مثلا الفيتغينير 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 اسم مسكونا ولكن يكمل بالأور يعني لما نحاول أناية الفيميناء لا نزيد الحالة الثانية الأسماء التي تكمل بالأور والتاع مثلا هنا عندي جوار يكمل بهذا السوفيكس أور أما لهذه أور الآن قلنا رجعوها نكتب الغدي كالين كتبته بالأزرق هو هو لكن تغير وين يتغير الحرف الأخير اللي هو الأور وشي ولي يقول اس أور معناها جوار تقول جووز كوافر كوافز دانسور دانسور شانتور شانتور صحيح نفس الشيعة لديك أن دانسور هذه أور قلنا تغير الغ يرجع لأس تقول اس القاعدة الثانية قلنا الأسماء التي تكمل بالتاع مثلا الاندي سيناتور رصان باش تكمل بالتاع هنا هذه تغير كاملة تقول تقول تخيس تقول تخيس هنا حدالي لازم التلميذ يحفظ مثلا المدير تور وش 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 ترجع تخيس إن شاء الله تكونوا استفدتم معي تبقى لكم حصة البرجيكس يخيض سننخص لها درس واحد آخر كيف نخدمه بلا بوات ووت إن شاء الله هذه المراجعة تمدع لها في المنزل مع الأبناء من تاعكم يعني الأس تذ هذا يطيح في بناء لغوي في الاختبار إن شاء الله أنا نمشت لكم الاختبار قبل يعني الاختبارات ما يديروها التلاميذ أنا غد نفوت لكم الفيديو إن شاء الله تكونوا سردتم معايا إلى المتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته